بسم الله نبدأ وعلى طاعته إن شاء الله ونبتمع بسم الله تكون البداية وعلى طاعته بإذن الله تكون نهاية أحبابي أبناء طلاب الصف الثالث السنوي أبطال السنوي العامة هل تقف عصة جديدة ومع شؤيتنا الفيزياء وإن شاء الله النهاردة مع بعض هنكمل دراستنا في الكهربية بس من خلال دراسة المقامة الكهربية وقانون أمو يعني مقاومة إيه يا المقاومة الكهربية هقول لك أنا بوسط أنا بقاومك يعني أنا بمنعك أنا بقاومك يعني بمنعك يعني بحاول إننا إنت عايز تتحرك في طريق فأنا بعف قدامك وقول لك معلش مش هتتحرك هنا حتى لو تغلبت علي أنت مش هتتحرك بسهولة إذن هنا كلمة مقاومة هي معاوقة أو ممنعة يبقى هي المعاوقة أو الممنعة التي يلقاها الطيار الكهربية أثناء مروره في مواصل ما إحنا هنا بنتكلم عن كهربية يا جماعة اللي هو إيه معاوقة الطيار الكهربية أثناء مروره في مواصل تاني ما هي المقاومة؟ المقاومة الكهربية هي المعاوقة أو الممنعة التي يلقاها الطيار الكهربية أثناء مروره في المواصل طيب تعالى كده مع بعض وحدة قياس المقاومة تسمى الأم ونعرف الأم ده يكافئ إيه وبيجي منين وإزاي نحسب المقاومة لا ده إحنا النهاردة حصة حصة داسية إن شاء الله كده وممتعة تعالى الأم يكافئ فولتا على أمبير وإن شاء الله نعرف في المكافئات بالكامل طيب تعالى كده نعرف مع بعض إيه العامل اللي هتوقف عليها من قاومة الموصل خلاص الموصل هيحاول يمنع الطيار الكهرابي من السريان هيحاول يديه وهو ماشي طب إيه يبقى العامل اللي هتساعد أو هتقاوم الطيار الكهرابي أثناء مروره في الموصل هقول لك أنا مع بعض كده أولا طول السلك أنا أصعب أمشي في طريق قصير ولا طريق طويل إذا كانت العامل واحدة أكيد طبعا أنا هختار الطريق الأعصر لأن الطريق الطويلة هبزل فيه جهد أكبر إذن هنا ممكن الطريق الطويل يخليني أكسل وممشيش إذن الطيار إذا مشي في طريق طويل في سلك طويل في مقاومة طويلة ممكن يكلا الطيار مش هيكسل لكن هيفقد جزء كبير من طقته أثناء الحركة إذن هيقاوم مقاومة أكبر إذن هنا طول السلك يتناسب طرديا مع المقاومة بزيادة طول السلك تزداد مقاومة الموصل وهنحط قانون دلوقتي هيوضح لك ده كله طيب إيه كمان مساحة مقطع السلك تناسب عكسي إزاي أنا هسألك وقتنا الإسكندرانية كده هم ماشيين فيه الطريق الصغير كده بتاع الشائع خالد من وليد الشائع واسع قوي بس المشاهد لها طريق صغير قوي مش عارف يتحرك على قد أنا ما بحب إسكندرانية ما بحب الشارع ده على قد ما أنا بكره إن أنا مشي فيه ليه؟ زحمة جدا ويه؟ المكان اللي إحنا بنتحرك فيه دايق جدا لكن تتحرك على الكورنشكرا بقى والمكان مفتوح والمكان واسع هتتحرك براحتك إذن هنا كل ما زالت المساحة طريق دايق هيبقى صعب الحركة وهتبقى وهتبزي الجهدي كبيرة عشان تتحرك فهيعيق حركتك إذن هتكون مقاومته كبيرة طريق دايق الله يا جمالك بقى على الطريق دايق إعاقة كبيرة طب والطريق الواسع بقى لا اتحرك براحتك انطلق إذن هنا أولاد قلنا أن العوامل التي يتوقف عليها المقاومة طول السلك تناسب طردي تزداد المقاومة بزيادة طول السلك ومساحة مقطع السلك تناسب عكسي تقل المقاومة بزيادة المساحة المقطع وتزداد المقاومة بنقص مساحة المقطع إيه كمان نوع مادة السلك إزاي بقى نوع المادة يا مستر؟ بص يا حبي كل مادة لها توصيلية كهربية أو مقاومة نوعية يعني إيه؟ هنتعرف عليها بالتفصيل في الجزء القاتل من الحصتنا النهاردة إن شاء الله ولكن لكل مادة مقاومتها الخاصة وقدرتها الخاصة على التوصيل طبعاً لقوة تجازب بين الإلكترونات والنواة وطبعاً لها عدد الإلكترونات الحرة الموجودة في المادة ما احنا قلنا أن المادة الموصلة هي التي تحتوي على إلكترونات حرة ضعيفة الارتباط بالنواة إذن هنا كلما ضعف الارتباط بين الإلكترونات والنواة وزدادة الإلكترونات الحرة وزداد مساحة السطح القليس عوامل كثير جداً خاصة بالمادة تخلي قدرتها على التوصيل أكبر أو أقل يعني مثلا إحنا في البيت بنستخدم أسلاك من النحاس ليه؟ لأن توصيليته الكهربية قدراته على توصيل الكهرباء عالية جدا إذن هنا نوع المادة يفرق معاك في المقاومة في مادة مقاومتها عالية في مادة مقاومتها إيه؟ أقل كمان با في عامل خارجي غير ده كله من برى السلك خالص ممكن يضيع الدنيا ويرفع المقاومة جدا اللي هو درجة الحرارة تزداد المقاومة بزيادة درجة الحرارة ونجايب لك سؤالة على الجزء ده في الأسئلة الطبية سواء معنا الحصادي أو مع أستاذنا مع المستر أيمان في الحصة القادمة هنعرف أن بتزداد المقاومة بزيادة درجة الحرارة بسبب أن الإلكترون بيمشي يشبه الموجة لو ساعة اهتزازا فإذا زادت درجة حرارة الموصل زادت ساعة اهتزازة الإلكترون فيزداد تصادم واحتكاك الإلكترونات بعضها ببعض فتزداد المقاومة هي علاقة تزايدية ما نقدرش نقول عليها ترضية يبقى ما عندي إيه يا العوامل بقى اللي بيتوقف عليها مقاومة موصل يلا مع بعض طول السلف ده تناسب ترضي مساحة مقطع السلف ده تناسب عكسي نوع مادة السلف تتوقف المقاومة أو تختلف المقاومة تبعا ليه تلافي المقاومة النوعية أو التوصيلية الكهربية لمادة السلف بالإضافة إلى درجة الحرارة بتزداد المقاومة بزيادة درجة الحرارة يبقى إحنا مع بعض النهاردة عرفنا إيه هي العوامل اللي بتوقف إيه هي المقاومة وإيه العوامل اللي بتوقف علي المقاومة المقاومة هي إيه تاني المقاومة المعاوقة أو الممنعة اللي بيلقاه الطيار أثناء مروف الموصل تاني المقاومة معاوقة أو ممنع بيلقاء الطيار أثناء مروف الموصل المقاومة بتقاس بوحدة بتسمى الأوم الأوم يكافئ فولت في الأنبير فولت على الأنبير ويتوقف المقاومة على أربع عوامل طول السلك مساحة مقطع السلك نوع مادة السلك ودرجة الحرارة وهنشوف الألاقات البيانية بتاعتهم وقارنهم مع بعض خلال الحصاري بإذن الله طيب تعال كده مع بعض ونكمل حديثنا عن المقاومة الكهربية المقاومة الكهربية قانونها إحنا لسه بنقول إن الأر تتناسب طردي مع القلم مع طول السلك والأر تتناسب عكسي مع الأي يبقى أنا ببساطة سأقول إن الأر تتناسب مع الأر على أ يبقى هي بتساوي مقدار السابت مضروب في الأر على أر هذا المقدار السابت يسمى المقاومة النوعية لمادة الموصل عشان كده قلنا إن المقاومة تتوقف على إيه على طول السلك وعلى مساحة مقطع السلك وعلى نوع مادة السلك ال التناسب طردي ال ا تناسب عكسي ال لو ا تتناسب المقاومة تناسبا طرديا مع المقاومة النوعية للموصل إذن المقاومة ما هي بقى المقاومة النوعية اللي احنا عملين نتكلم عليها دي بصوا ли أنا عايز أعرف المقاومة النوعية انت هنا بتعرف مقاومة بدلات مقاومة إذن رد باقي القانون إلى الوحدة يعني إيه يعني المقاومة النوعية هي مقاومة موصل تمام رد باقي محتوىات القانون إلى الوحدة يعني ال-L تبقى واحد وال-A تبقى واحد يبقى هي مقاومة موصل طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر إيه مربع بحيث أن في الحالة دي إذا كان ال-L بتساوي 1 متر وال-A هتساوي واحد متر مربع يبقى في الحالة دي ال-R هتساوي ال-R يبقى ما هي المقاومة النوعية؟ هي مقاومة موصل طوله كام؟ واحد متر مساحة مقطعه كام؟ واحد متر إيه مربع يبقى إحنا عرفنا مع بعض قانون المقاومة النوعية ال-R بتساوي رو إيه في ال-L على إيه؟ المقاومة النوعية هي مقاومة موصل طوله واحد متر ومساحة مقطعه واحد متر إيه مربع طيب بتتوقف على إيه المقاومة النوعية ووحدة قياسة إيه؟ ما إحنا عايزين بقى نتعرف عليها كلها كده المقاومة النوعية بس في حاجة الأول ما هو لا مقلوم أعلم قاومة؟ طب إيه رأيك؟ من أبوص الكهربية؟ يبقى عكس المقاومة النوعية في التوصيلية الكهربية اللي هي مقلوب المقاومة النوعية معكس المقاومة النوعية يبقى هنا ما هي التوصيلية الكهربية؟ هي مقلوب المقاومة النوعية مقلوب مقاومة موصلة لواحد متر ومساحة مقطعه واحد متر مربع يبقى التوصيلية هي مقلوب المقاومة النوعية لهم عوامل آه لهم وحدات قياس أكيد طب إيه العوامل اللي هيتوقف عليها المقاومة النوعية والتوصيلية الكهربية للمادة طالما هي خصائص مؤيزة للمادة العوامل اللي بيتوقف عليها المقاومة النوعية والتوصيلية الكهربية العامل الأول هو نوع المادة تختلف لسه أين لك دلوقتي عدد الإلكترونات الحرة اللي موجودة في المادة قوة تجازب بين النواة والإلكترونات في عوامل كتيرة جدا تتوقف عليها المقاومة النوعية والتوصيلية الكهربية داخل المادة نفسها إذن هنا كل مادة لها مقاومة نوعية وتوصيلية كهربية خاصة بيها تبعا ليه كتلتها الجزائية تبعا ليه توزيعها الإلكتروني تبعا ليه الأوربيتالات الموجودة فيها يبقى أول حاجة هي نوع مادة السلك طبعا ودرجة الحرارة تؤثر في المقاومة النوعية عشان كده لما تكلمنا عن المقاومة بصفة عامة قلنا تتوقف على طول السلك وعلى مساحة مقطع السلك طول السلك تناسب طردي مساحة المقطع تناسب عكسي نوع المادة ونوع المادة يتوقف على درجة الحرارة إذن اللي هي المقاومة نوعية للمادة تتوقف على درجة الحرارة إذن تبقى مقاومة الموصل كمان تتوقف على درجة الحرارة يبقى عرفت مع أولادي المحترمين ما هي المقاومة المعاوقة التي يلقاها الطيار الكهربية أثناء بروره في موصل يعرفنا المقاومة النوعية اللي هي مقلوب مقاومة موصل طول واحد متر ومساحة مقطع واحد متر مربع التوصيلية الكهربية هي مقلوب المقاومة النوعية أو هي مقلوب مقاومة موصل طول واحد متر ومساحة مقطع واحد متر مربع قلنا أن المقاومة الكهربية تتوقف على أربع عوامل أما المقاومة النوعية والتوصيلية تتوقف على عاملين اللي هم نوع المادة على درجة الحرارة طب مع بعض كده نعرف وحدة قياسهم هنسيب يعني المقاومة النوعية والتوصيلية من غير ما نعرف وحدة قياسها إيه لا طبعا المقاومة النوعية وحدة قياسها هم في المتر جبتها من نينجا مستر هقول لك الرأي بتساوي R في A على L فهي R بتساوي رأي في L على A طيب R بالأوم أنا ما بحبش أحفظ كده أنا بأخد فيزي يا أخواننا يعني واحدة واحدة وستيب باي استيب وإحنا هنفهمها مع بعض من البداية أوم A اللي هي متر تربيع على L اللي هي المتر طب A المقاومة النوعية تقاس بوحدة أوم في المتر لأن المتر في المقام هيروح مع تربيع البسط هيفضل لأوم في إيه في المتر طيب والتوصيلية تيجي نستنتج الأول وحدة القياسة السجمة بتساوي إيه سجمة بتساوي واحد على رو يعني في وحدة القياس سجمة هتبقى واحد على أوم في على أوم في المتر اللي هي طلع الأوم في المتر من المقام إلى البسط تبقى أوم سالب واحد في المتر وسي سالب واحد يبقى بسرعة كده التوصيلية الكاربية تقاس بوحدة أوم السالب واحد متر والسالب واحد هتسمح حد يقول لك سيمون في المتر والسالب واحد مش يا سيمون إحنا موفقين موؤوم السالب واحد تكافئ ووحدة تسمى السيمون طيب أنواع المقاومات بقى ما إحنا خلاص إحنا عرفنا العوامل اللي بتوقف عليها المقاومات طول السلك مساحة مقطع السلك نوع مدد السلك درجة الحرارة طب هل كل المقاومات زي بعض لا أنا عندي نوعين من المقاومات في عندي مقاومة ثابتة شوية المطباط اللي إحنا شايفينها دي كده دي منسميها مقاومة إيه؟ ثابتة وفي عندي مقاومة متغيرة اللي هو تاخد شكلي من الشكلين دول ما هي المقاومة الثابتة وما هي المقاومة المتغيرة وما الفرق بينهما المقاومة الثابتة مقاومة طولها سابت مساحة مقطعها سابت نوع مددها طبعا مش معقولها غير نوع مدد المقاومة وأنا شغالي أنا غيرت المقاومة نفسها إذن هنا المقاومة الثابتة تتميز بإيه طول السلك الذي يسري به الطيار الكهربية يكون سابت وطبعا هو مساحة المقطع هتظل ثابتة ما هو أنا أخذه بالك يا شباب صعب إن أنا أتحكم في مساحة مقطع السلك أثناء الداخل الدائرة الكهربية ولكن أنا ممكن بسهولة جدا أتحكم في طوله وهقولك إزاي طبعا الريوستاد يتحكم في طول السلك وإنها هفصرها لك كده بطريقة مبسطة يعني أنا هنا إذا كان طول السلك الذي يمر به الطيار الكهربية ثابت إذن المقاومة دي هتظل إيه مقدار ثابت ولكن عند حضرتك الريوستاد اللي موجود في التلاجة بكرة كده بتحركها مفتاح بتاع المروحة بكرة لا دا أنا أقولك على حاجة حتى مفتاح الصوت بتاع الكليفزيون وبتاع الروموت ومفتاح الصوت بتاع الموبايل كل دا عبارة عن إيه؟ كل دا عبارة عن أجزاء بنتحكم فيها في طول السلك وبالتالي بيتغير طول السلك فيتغير شدة الطيار المارفر المواصل إزاي الكلام دا؟ هتديك كده بص للشكلين دي دا طبعا شكل رمزي لو أنا عندي سلك المقاوم بالمنظر دا الطيار داخل من هنا وأنا عندي مخرج الطيار هو سامي ريوستاد أنا كده حركت مسافة قد إيه الطيار الطيار تحرك الحتة دي بس اللي أنا أعلمت عليها طب إيه رأيك لو جينا حركنا ريوستاد شوية طبعا هنا تحرك داخل المقام أما الجزء الثاني الجزء الباقي من المقام دا وكأنه مش موجود لإني لا يمر في طيار لإني الطيار هيدخل من الجزء دا كده وبعدين سننرف السلك يبقى هنا اتحرك مسافة صغيرة داخل المقاومة طب إيه رأيك لو خدنا سلك مقاومة ها ولكن زالق الريوستاد حركنا كده المسافة اللي مشي فيها الطيار في المقاومة أدي ايه الله دا مسافة كبيرة مستر زادت المسافة التي يتحرك فيها الطيار داخل المقاومة إذا تزداد المقاومة ليه لإن المقاومة تتناسب طرديا مع طول السلك يبقى الفكرة كلها بتغير طول الجزء الذي يمر بالطيار الكهربى داخل الريوستاد يتغير مقدار المقاومة الكهربية يبقى هنا أنا عندي المقاومات في عندي مقاومة ثابتة وفي عندي مقاومة متغيرة المقاومة ثابتة طول السلك سابت المقاومة المتغيرة بتسمى الريوستاد نتحكم نتحكم في طول السلك من خلال حركة زالق على السلك المقاوم إذا كان طول السلك اللي هيتحرك في الطيار أو أنا هتقربت الزالق من بداية الريوستاد هحرك الطيار في سلك مقاوم قصير إذا حركت الزالق إلى نهاية الريوستاد هتحرك الطيار في سلك مقاوم كبير. وبالتالي هتزداد المقاومة الكهربية بزيادة طول السلك. طيب. ولدي كده الموضوع بتاع المقاومة يفع طيار فمواصل. المقاومة توقف على طول السلك مساحة مقطع السلك بان مدى السلك. ضرجة الحرارة. المقاومة النوعية اللي هي ايه? المقاومة نوعية. هي مقاومة مواصل طول واحد متر ومساحة مقطع واحد متر مربع تتوقف على نوع المادة وعلى درجة الحرارة والتوصيلية الكهربية اللي هي مقلوب المقاومة النوعية وقلنا ان المقاومة نوعين مقاومة ثابتة ومقاومة متغيرة المقاومة الثابتة طول السلك ثابت المقاومة المتغيرة يتغير طول السلك للتحكم في مقدار مقاومة الدائرة الكهربية شوف انا عم ما اجيب لك الحصة من الاول انا بذاكر معاك احنا عايزين مع بعض نذاكر معاك بس تعالى نجمعهم يبقى يبقى حصتنا من بدايتها هتجمع كده في مقارنة صغيرة أولا المقاومة النوعية رو I واحد على السجمة R في E على l هادي المقاومة النوعية واحد على السجمة طب السجمة واحد على رو I اللي هي L على ر A طب ال R اللي هي V على I ودي هنعرفها من قانون OM دعنا نستنى بس على وحدة القيس أو ال-R ممكن أقول إن ال-R بتساوي رو-I في ال-L على إيه ماشي يا مسر لا دكتور سامة النهاردة بيضح إزاي؟ هيجمع هلنا كمان وحدة القيس يلا وهو المحبة بقى المقاومة النوعية OM في المتر التوصيلية OM سالب واحد متر سالب واحد أو واحد يقول يسمون في المتر والسالب واحدة أقول له برابو المقاومة بال-OM ماشي يلا والعوامل اللي بيتوقف عليها المقاومة النوعية نوع المادة ودرجة الحرارة إيه؟ تتوقف المقاومة النوعية على نوع مادة السلك وعلى درجة إيه؟ الحرارة أما المقاومة فتتوقف على طول السلك مساحة مقطع السلك نوع مادة السلك ودرجة إيه؟ الحرارة ليه؟ ما هي المقاومة بتتوقف على الرؤي يبقى بتتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة ومعاها طول السلك ومساحة إيه؟ المقطع مصدر إحنا بجد حفظناه واعتقد ان شاء الله في منها والتكرارها وبالحل هنفهمها اكتر قولوا بالكم المنصف بس المباشر هي القص هي الكتاب المواطق تابعوا المنصف كل المواد شبك بجد النصيحة تابع المنصف كل المواد هتسفي كتير جدا 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 سجدنا افضل مننا كتير وان شاء الله هتكونوا انتوا الافضل وانتوا مستقبل طيب تعالا بقى نرسم علاقات بيانية ما نسيبك من الصبر من اول الحصة من اول محاضرة كده وانحنا عملين نتكلم عن ايه عوامل وقوانين وتعريفات انا بقى يعني غاوي علاقات بيانية يعني لما ان شاء الله كده تتزلق في الدراسة العليا والمواد الاجزاء الاحصائية بتاعت الرسالة والكلام ده بص تلاقي روحك عمل ترسم علاقات بيانية للمتغيرات اللي عندك في العين خلينا هنا الفيزياء اجمل طيب بص المقاومة العلاقة البيانية مع طول السلك المقاومة تتناسب طرديا مع طول السلك مش كده اه يبقى العلاقة اه تناسب ايه طرديا والميل هنا اقدر اجيب ميل اه انا هقولك ان الميل هيساوي دلتا ار على الدلتا ال اللي هو هيساوي رو اي على الا جميلة واخد بالك جالبا السلك بتاعنا بيكون دائري يعني انا كنت ممكن اقول ان الار بتساوي رو اي في ال ال على باي ار تربية وهنشوفها كتير في الاسئلة طيب العلاقة البيانية مع طول السلك ايه رأيي حضرتك بين التوصيلية وطول السلك ما فيش علاقة بينها مصر التوصيلية لا لا تتوقف على طول السلك اذا مقدرة سابت بالنسبة لطول السلك طيب ايه رأيك في المقاومة النوعية لا تتوقف على طول السلك اذا هي علاقة ايه علاقة سابتة اهي علاقة سابتة المقاومة النوعية والتوصيلية لا يتوقف على طول السلك طب ايه رأيك مساحة المقطع مساحة المقطع العلاقة البيانية مع مساحة المقطع الار تتناسب عكسي يبقى انا ممكن ارسم علاقة ما بين ار و ايوتيوب اعلقة عكسية او افضل ارسمها بين ار واحد على ايه اللي هي الميل بتاعها هيكافئ مين السلوب هنا هيكافئ رو ا في ال وبالتالي العلاقة بين الار والإعلقة عكسية ولكن التوصيل اللي هي الكهربية والمقاومة النوعية ما يفرقش معهم اي ايه ما يفرقش معهم مساحة هم يتوقفوا بس على نوع المادة وعلى درجة الحرارة يبقى اللي هي المساحة ويه الطول ما يقصروش ليه لانها لا تتوقف على المساحة عشان كده هي علاقات ثبتة تحياتي تحيات زمير فاضل سيد ايمان هلول وتحياتي انا شخصيا كنت معكم دكتور سامة محمد امام شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة